في بلدنا عند الانتياء من صلاة الجنازة في قريتنا وعند خلوج الناس من المسجد يقف إمام المسجد ومعه مجموعة من الناس يخرؤون سورة الإخلاص جاهرا ثلاث مرات ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم الشرع في ذلك هذا في الحقيقة خلاف السنة يعني ذلك الفعل لم يكن يعني معهودا لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة ولا من التابعين بل سمع ابن عمر مرة رجلا يقول يعني استغفروا الله في دنازة قال لا غفر الله لك ورأى مجموعة يظللون القبر عند الدفن فقال ماذا تفعلون كمن يأتي به مفرش أو ملاية ويقول لك أستر من الشمس يعني عند الدفن فقالوا نظلله قال إنما يظلله عمله إنما الصمت مستحب في ذلك الوقت لأنه وقت رغبة وجلال استحضار سلطان الموت وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة طبعا قراءة سورة الإخلاص الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك مشروع لكن ليس في ذلك الموت فهذا الفعل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم